السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير تعالوا بقى نشوف الوردر بتاعنا النهاردة وفيديو جديد ووردر جديد تابعوا معايا الفيديو الاخر ما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله طيب الوردر ايه الوردر ده مختلف وفيه مفاجأة في الفيديو ده مفاجأة ايه هتشوفوا معايا دلوقتي بص يا جماعة من ساعة لما قلت لكم على الزبدة والحمد لله الحمد لله اي حد بياخدها مني كفاية الدعوة اللي انا بسمحها منه انا مش بكسب فيها حاجة انا كل اللي بكسبه هي الدعوة اللي انتو بتدعوها لي ليه بقى انا قلت لكم على الزبدة لاني ناس ايامة جدا بتجيب الزبدة زيت وفعلا بتدغش فيها وبتطلع مخلطة وبتطلع مش اصلي فانا حاسة اللي انا كنت عايفة معلومة او عارفة حاجة كويسة يعني انا وثقة فيها فعشان كده حبيت اقول لكم عليها فعشان كده بجد بجد الحمد لله كل حد اخد مني الزبدة ربنا يبريكله فيها والفها انا وشايفة ليه كفاية الدعوات اللي انا بسمحها منكم بجد ربنا يجازقه كل غير الوردر بتاع النهاردة بتاع الزبدة الحمد لله الحمد لله 50 كيلو من الزبدة عايز اقول لكم يعني 50 كيلو ده رقم كبير طب يعني ازاي لان اللي اخد بيجرب 2 كيلو بيجرب في 3 كيلو فلما بيلاقيها كويسة فبيطلب الكمية بقلب جامد وانا بقول لهم انا فعلا اللي بيتصل بيا واي حد اخد مني الزبدة بيتصل بيا وهو بيستلمها بقول له انا ملتزمة اللي الزبدة لو ما عاجبتكش انا ملتزمة اللي انا هاخدها منك واي حد فعلا اخد مني من المتابعين ممكن يتأكد انا قلت كده ولا لا لأ لان دي حاجة بيني وبين ربنا الدنيا كلها مش فلوس ولا مكسب الدنيا كلها معاملة فبجد والله اي حاجة نعملتها في موضوع الزبدة دي لوجه الله بس والحمد لله تعالوا بقى نشوف باي الاوردر بتاعنا اللي هو عد نصه ده بس قبل ما نشوفه تعالوا نشوف احنا ايه ايه الكيكة دي احنا بنعمل كيكة الاول معليش انا ملغبطة في الكلام انا صحي من الساعة 5 الفجر طبعا انتو عارفين النهار ده اول يوم مدارس المهم يعني الكيكة اللي هنعملها نعمل كيكة سهلة جدا بريد وزبدة وسكر ودقيق بس كده دي مكوناتها حطيت في العجان كباية من الدقيق حكتب لكم طبعا كل المقادير في صندوق الوصف حطيت كباية من السكر قصدي وحطيت كباية اللي ربع من الزبدة دربتهم لغاية لما القوام بتاحهم بقى شبه الكريمة كده وبعدين نزلت بطلت بضوط بريدة بريدة مع معلقة فانيليا لغاية لما انتو شايفين القوام بقى ايه كريمي كده وبعد كده قمت نزلت بعلبة من الزبادي الكبيرة ودربتها شوية وبعدين نزلت بكبايتين من الضيق وكيس بيكنج بودر هي دي كل مقادرة والكيكة دي بتبقى قوامها تقيل زي ما انتو شايفين بس من افضل الكيكات اللي ممكن تعمليها طعم وريحة وبصوء فضيعة وكمان الكيكة الكيكة دي بتتعامل يا بالزبدة يا بالسمنة انا اي كيكة بعملها يا بالزبدة يا بالسمنة ما بعملش كيكات بالزيت ابدا ليه بقى السمنة والزبدة بتديلها طعم رهيب دخلتها بقى الفرن على درجة حرارة 180 وخلاص على كده دي اول حاجة خلصت منها لاننا لما ببقى الوردر بتاعي فيه حلويات واكل بحب اخلص الحلويات الاول او قابليها بيوم تمام تعالوا هنا بقى نشوف السمك طبعا انا غسلة السمك وايه وعصر عليه لمون وملح تعالوا بقى نعمل التدبيلة بتاعت السمك حطيت بقى كامفص توم كده خمس فصوص توم وحطيت فلفل احمر اللي انتو شايفينه سبايسي ده وبعدين نزلت بشوية توابل ملح وفلفل اسود حاجة بسيطة وكمون وكزبايا وشوية بابريكا سمك يعني كامون وكزبايا وطوم دول اساسي شوية بابريكا والملح والفلفل اسود ومتنسيش اللمون يبقى التوابل بتاعتي ايه ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمون وكزبايا ولمون اخدت بقى معلقتين كبار من التدبيلة اللي انا عملتها للسمك وسبت بتاع حوالي معلقة في الكب عشان حستخدمها تاني وحنزل عليها بقى وعصير ثلاث لمونيت ليه بقى انا بحب السمك لو ما زبطيش اللمون والملح في السمك هيطلع طعمه مش مملح كده مش هيبقى حلو الافضل كمان اللي انت تعمل السمك معاملة الفراخ اللي انت تتبليه وتسبيه يعني انا بحب اتبله مثلا ايه قابليها بساعتين اتبله مش احط عليه لمون لا اتبله بالحشوة اللي انتوا شايفين هزي وازيبه في التلاجة عايز اقول لكم بقى الملح كده بيبقى اللحم زاة نفسه مملح وفيه طعم الطوم فاهميني؟ وبعد كده بقى حملحه كده او ححشي البطن بتاعته انا بنضفوه طبعا وغسله ورشيت عليه لمون وملح زا ما انتوا شايفين وحطه في المصفى يصفي اي حاجة ححشيه بقى بالطريقة العادية كده واسيبه جنبي لغاية لما ايه يتقلى ده بقى كده خلاص اول حاجة خلاصت معي هو فضله اللي هو يتقلى بس حاصر عليه شوية لمون وخلاص شايفين العصارة لمون قد ايه؟ بقيت الخلطة بقى اللي انتوا شايفينها اللي هي اللي انا عملتها للسمك حطتها وحطت عليها جزر وبصل انا مقطعها حوالي ثلاث بصلات او بصلتين كبور وجزرتين كبور هستخدم بقى يعني الخلطة دي فيها توم وفيها فلفل احمر وفيها كامون وكوزبرة وبابريكا وملح وايه وشوية وسنة فلفل اسود تمام؟ دي الخلطة الاولانية بتاعت السمك ما تطلع بطوش بعد كده نزلت عليها بصل وجزر وهي دي بقى الخلطة اللي انا هعمل بيها الحاجات اللي جاية كلها يعني انا كده زي ما قلت ايه خلصت الاكلة كلها في مينت طيبا عملت الخطوات التدبيلة كلها مع بعض يبقى كده الاكلة كله مش هيوقفني كتير جبت بقى حلتين زي ما انتوا شايفين حطت في حلة معلقة زيت وحلة تانية ربع كوباية زيت الحلة اللي حطيت فيها معلقة زيت واحدة حطيت فيها ايه؟ مكعب كبير من الزبدة يعني مكعب حلو كده اما الحلة التانية نزلت بنص الخلطة او نص التدبيلة اللي هي البصل بالجزر بالتوم بالفلفل بشوية التوابل البسيطة دي في الزيت ليه؟ عشان هنعمل رز الصيادية بس انا بعمله بطريقة مختلفة خالص انا مش بحب حمله البصلة كده بس لا شايفين انا عملت ايه؟ حطيت بصل وجزر وبعدين شوحتهم كده لغاية لما اخدوا لون ونزلت عليهم بشوية التوابل اللي هي نص معلقة كركم وملح وفلفل اسود وكمان كمون وكسبرة تمام؟ ونزلت عليهم بمية سخنة وعسيبهم يغلو دي كده خلطة الروز تعالوا هنا بقى عشان نعمل وركزوا معيه قوي في شربة السيفود خدت بقى نص الخلطة التانية نزلت عليها حطيتوا بقى على مكعب الزبدة بعد اما فك وبعد كده نزلت بورقتين من اللوري واتنين من ايه؟ من الحبهين وشوحتهم كده وبعد لما تشوحوا مش هتحمروا يعني دبل وكده معي حاجة بسيطة بعدين قمت نزل عليهم بايه؟ بالسبيت اللي انا مقتطعمه كعبات وغسلات طبعا تمام؟ اول حاجة نزلت بها السبيت لاني هو بياخد سوى عن الجنباري والكبورية تمام؟ فنزلته يتشوح مع الخضار ده عايز اقول لكم بقى التشويحة دي مع الخضار رحته قلبة الدنيا لاني انا حطى جزر وحطى بصل وحطى طوم وحطى فلفل احمر وحطى شوية توابل اللي هي كمون وكوزبرة حاجة بسيطة وإيه؟ وسنة بابريكا تمام؟ وما ننساش الورق اللوري لان انا بعمل شربة شربة وحبهان ما تنسيش الورق اللوري والحبهان حينخلي ريحت الشربة فضيعة تمام؟ هنحط ايه تاني دلوقتي؟ هحط معلقة من الضيق التركة بقى اللي جاية انا هعمل شربة سيفود هعملها بطرقتين تمام؟ هحط معلقة من الضيق صغيرة جدا عارفين معلقة الشي؟ طبعا مش عارفة هو المقطع ده جاة ولا لا بس تابعوا بس معي يعني انا دلوقتي حطيت ايه؟ اللي انا حطيته دي راشة فلفل اسود وحطيت ايه؟ وحطيت راشة جسط الطيب تمام؟ قبل لما يدخل في التشويح هي دي بقى معلقة الضيق اللي بقولكم عليها لما هيدخل في التشويح كده هقوم حطى عالجنب معلقة الضيق مع السمنة او الزبدة اللي انا حطها وحسيبها تتشوح وبعدين حنزل عليها بالكابوريا وبعدين الجنبال وحنطق الحلة كده علشان ايه؟ الضيق طبعا ايه؟ انا مش حسيبه على النار وقت طويل لا انا بس عايزة الضيق محسش اللي انا حطها الضيق فحددله تشويحة وفي نفس الوقت معلقة الضيق دي هتخليلي الشربة كوامها تقيل حاجة بسيطة مش تقيل بشاميل لا هتشوفوها في الآخر شايفين انا مو طبعا الكابوريا ناسيت اقول لكم اللي انا منضفوها واسماها نصين والكابوريا على فكه بيبقى فيها رملة كده بتفتحيها كده يعني الظهر بتاحها اللي هي الغطة ده بتاحها لازم تفتحيه وتنضفيه لاني بيبقى فيها رملة وبعد كده نزلت بالايه؟ بالجنبالي وحبدأ بقى نطق زي ما انتم شايفين الشربة دي رهيبة اعملوها بنفس التكنيك دوت والله يا جماعة اتعجبكم جدا هقول لكم تاني انا حطيت البصل والجزر والطوم شوحتوهم مع بعض وبعدين نزلت بالسبيت وبعدين حطيت ويقلوي وحبهان وحطيت رشة جسطتيب وسنة فلفل اسود وبعدين حطيت الكابوريا وبعدين نزلت بالجنبالي وعدت ايه؟ اقلبهم كده مع بعض تمام؟ بعد لما خلاص كلهم يعني كل فواكه البحر دي قلبت اللون الاورنج ده قمت مقطعة طمط موية واحدة وقرن فلفل واحد بس تمام؟ وخلاص على كده كده الشربة ناقصها اللي انا حط عليها مية سخنة وخلاص هنا بقى في الحلة التانية نزلت بالايه؟ بكمية رز بتاعتي وطبعا شايفين اللون رز عمل ازاي؟ حنزل بقى بالمية سخنة هنا على الشربة وخلاص على كده عسيبها ايه؟ تغلي غلوتين كده لغاية لما كل حاجة تستوي وخلاص طبعا الجنبالي والكابوريا مش بياخدوا سوا وانا اتكيت على الصبيت لان هو وحطيته اول حاجة لان هو اول حاجة بيشد او بيبقى عيس توا اكتر تمام؟ وبعد كده بقى هزبط الملح وزبط الفلفل اسود وخلاص على كده تمام؟ اهم حاجة في شربة السيفود ما تنسيش ولا الحبهان ولا اللاوري ولا كمان ايه الرشة الجسط الطيب التلات حاجات دول بيفرقوا معاك جدا تعالوا هنا بقى نقل الايه بتنجان طبعا كلنا بنعرف نقل ايه عشان هنعمل مسقعة وحنعمل كمان سمك بالصلصة هنعمل السوس بتاع المسقعة وسوس السمك بالصلصة واحد هو الاتنين واحد جبت كم معلقة زيت كده تلات معلق زيت وحطيت عليهم فصين طوم ومجرد لما اتحمروا ونزلت عليهم بتلات معلق من الخل وبعد كده نزلت عليهم بكيلو من الطماطق علشان انا هستخدم الطماطق السوس ده في المسقعة وفي ايه تاني وفي السمكة بوصلصة تمام بعد كده هنزل عليه بالتوابل بتاعتي ملح وفلفل اسود وشوية بابريكا حابة تحطي سنة كمون تمام مفيش مشكلة وخلاص عسيبها بقى تتسبك على نوع هدية وبعد كده بقى حابة اقل السمك بالطريقة العادية خالص انا بحب وانا بقى لي السمك وانا ببضروا بالضيق حط ايه سنة كركم كده في الضيق وسنة ملح لما بتملح الضيق بتاعه اللي بتعملي بي اي حاجة سواء بنيه ولا لحمة ولا سمك بيفرق جامد اوي في اللون وفي الطعام تمام هنا بقى تعالوا بقى انشوف التريك كده انا هنا بقى عملت شربة السي فوت حمرة طبعا زي ما انتم شايفين هي حمرة هي مفيش اي حاجة مع ان انا حطالها طماطموية واحدة بس تمام بس اننا العميلة عايزة شربة سي فوت حمرة طبق احمر وطبق تاني بالكريمة فانا هنا اخدت جزء من الشربة حطيتها في حلة تانية طبعا بخدت بالكابوريا بالجنباري بكل حاجة ونزلت بكباية من اللبن اللي في الحلة الصغيرة دي زي ما انتم شايفين كباية واحدة من اللبن وكباية مش كبيرة كمان وبعد كده اول لما بدأ يغلي قمت نزلت عليه بايه بحوالي 3 معلق كبار من الكريمة اللباني بس بمجرد لما حطيت الكريمة طفيتها على طول علشان ما تقطعش تمام؟ يبقى انا هنا عملت شربة بالكريمة وشربة ايه عادية ده اللي حابب يعمل دي او دي تمام؟ وطريقتها سهلة جدا زي ما انتم شايفين او ما فيهاش اي حي حابة تحطي بقى دونس مفيش مشكلة هنا بقى السمك وحطته بقى في طبق الفورل زي ما انتم شايفين وحطيت عليه الصوس بعد لما تسبك وباقي الصوس حطيت عليه البتنجان بالفلفل اللي انا قليته وده المساقعة وخلاص على كده الوردر بتاعنا عملت بقى سلطة وخلاص طبعا مقطع الكيكة لما طلع المفروض الوردر يتسلم وده بقى الوردر بتاعنا وعملت صلطة خاردرة وادي الرزة هو لونه فضيع والشربة بالنوعين والسمك وفي نفس الوقت ايه قدي البتنجان المساقعة او البتنجان بالسلطة بجد كان اوردر زي العسل وصاحبته كمان زي العسل ربنا يبارك لها الف هانا وشايفة ليها واشوفكم في فيديو جديد